أدخل معاكم في تفاصيل أخبارنا والكلام كله على منتخبنا الوطني النهاردة طبعا يعني كل التوفيق طبعا لكابتن إيهاب جلال يعني موسم صعب بالنسبة للكرة المصرية عموما محتاج يتعامل مع نويا ونفسيا مع سكواد المنتخب المصري محترفين كانوا أو محترفين في الخارج أو محترفين في الداخل مع عسكر اللي بدأ واللي انضم ليه لعبة النادي الأهلي النهاردة يعني ما اعتقدش أن مواجهة غينيا وإثيوبيا تستدعي كثير من القلق بالنسبة لجميع الكرة في مصر وبدري شوية أن احنا نتكلم على فكرة اختار مين ومختارش مين وإن كان طبعا يعني هو له مطلق الحرية وهو شايف مين الأكفة والأقدر أن يكون موجود في تشكيل المنتخف الفترة دي ممكن يبقى في بعض علامات الاستفهام على بعض الأسماء اللي ما انضمتش لكن في النهاية أنت مش رايح تلعب مطشط يعني من العر التقيل وبالمناسبة النهاردة خلينا أقول لكم خلاص تم التوقيع على عقود النهاية المرتبطة بمطش كوريا اللي ودي اللي هتلعب يوم 14 اعتقد المباراة تبقى الساعة 9 بتوقيتهم يعني الساعة واحدة الظهر هنا بتوقيتنا والمنتخب هيسافر بطائرة خاصة كما تم الاتفاق عليه يعني ويرجع إن شاء الله عشان نستقنف المسابقات المحلية بعد عودة الدوليين من المنتخب عندنا غينيا يوم 5 ده طبعا انطلقت المشوار عندنا إثيوبيا يوم 9 وعندنا كوريا يوم 14 ثلاث محطات مهمة جدا لكابتن إيهاب جلال اللي بالمناسبة يعني الأخبار اللي وصلها أنه اللعيبة جوها المنتخب سعيدة باختيار إيهاب جلال ونجوم المنتخب بيدعمه الرجل بشكل كبير جدا وده مهم بالذات لما تتكلم على مستوى منتخبات مهم جدا أنه شخصية وإمكانات وقدرات المدير الفني للمنتخب تبقى مقنعة لعيب الفريق القصة في المنتخب شوية مختلفة عن قصة في الأندية تتكلم على لعيبة دولية أغلبها بتلعب في أندية كبيرة جوة أو برا وبالتالي مهم جدا أنه يبقى مقتنع أن المدير الفني اللي بيقود المنتخب ده إمكانياته قدراته شخصيته تسمح له بده عشان يطلع من اللعيبة دي أفضل ما عنده شوفنا ده بيحصل في أوقات كتيرة جدا وبالذات مع مديرين فنيين مصريين يعني بتهيالي مفيش أكتر من كابتن جوهري الله يرحمه وكابتن حسن شحاتة ربنا يديله طول طول عمر الاثنين دول يمكن أهم إنجازات الكرة المصريية حققت معهم على الرغم أنه فيه كتير من الأسماء اللي تولت أسماء أجنبية تولت المسئولية مسئولية التدريب المنتخب الوطني وما حققتش يعني النتائج أو المرضود أو الأهداف اللي كانت متوقع فكل التوفيق لكابتن إيهاب جلال وكل التوفيق لنجمنا محتاجين نفرح يعني محتاجين يعني محتاجين آه طبعا غينيا وإثيوبيا مش مقياس لكن محتاجين نحس إنه منتخب مصر راجع تاني وكل التوفيق لكابتن إيهاب جلال النهاردة اللعيبة عملت مسحة طبية بالكشف يعني على فيروس كورونا طبعا ده لعابة الأهلي ومحمد صلاح اللي انضمه طبعا لعابة الأهلي رجعت مبارح انضمت النهاردة للمنتخب وقبلهم كان فيه كريم حافظ طبعا ألف سلامة لأحمد فتوح بك شمال منتخب مصر اللي يمكن تعرض لحادث بسيط الحمد لله لكن هيمنعهم التواجد مع سكواد منتخب مصر لفترة اللي جاية نتمنى له إن شاء الله يرجع بالسلامة كابتن إيهاب جلال هيعقد خلال الفترة اللي جاية كمان مؤتمر صحفي عشان يكشف عن قائمة الفريق اللي هتلعب فيه مباراة كوريا الجنوبية المقرر اللي هيوم 14 يونيو